المتابعينا في كل مكان أهلا بكم وتغطية خاصة عن إقصاء منتخبنا الوطني طبعا كلنا شفنا قدام منتخب الكنغو الديمقراطية وأداء من أسوأ الأشكال اللي شفنا بيها منتخبنا في تاريخ كاس الأمم الأفريقية عارفين طبعا منتخبنا هو حامل اللقب التاريخي والأكثر تتويجا بالبطولة وكنا بنبحث عن النجمة التامنة لكن الحقيقة اللي شفناه في البطولة ما يقولش ان احنا كنا ممكن نوصل تقريبا أبعد من اللي حصل خلينا نبص على كمية الخسائر اللي حصلت من الإقصاء لمنتخبنا سواء مادية أو معنوية أو حاجات كتيرة جدا خلينا نبتدي مع الخسائر الفردية على المستوى الفردي في حاجات كتير حصلت نتيجة الخروج ده احنا كلنا كنا بنطالب لعيبة منتخبنا بتقديم 200% في مباريات المنتخب اللي شفناها منتخبنا خرج من البطولة بعد أربع مباريات بدون أي فون كلام ده مش هيمر مروري الكرام بالتأكيد سواء على المنتخب قاقية مجبيرة أو كاسم أو حتى على اللاعبين على المستوى الفردي تعلم بسط على الخسائر الفردية في البداية واحد زي قائد المنتخب نجمنا محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي نقدر نقول هو أكتر واحد تعرض لخسائر على المستوى الفردي من البطولة كلنا كنا بنطالب صلاح بأنه هو يظهر بشكل كويس كلنا كنا عايدين صلاح طبعا يرفع كاس الأمم بصفة قائد المنتخب وبصفة واحد من أهم نجوم منتخب مصر عبر تاريخه أو نجوم الكرة المصرية إجمالا محمد صلاح محمد صلاح على المستوى الفردي أولا تعرض لإصابة أنهت مشواره سريعا في كاس الأمم بعد تاني مباراة قدام غنى المباراة الأولى كانت قدام موزنبيك محمد صلاح سجل وتحسب له أسست الكرة اللي كانت بالغلط كده راحت لمصطفى محمد لكن نقدر نقول إجمالا المباراة الأولى كانت مقبولة في المباراة التانية صلاح اختفى تماما ويتعرض لإصابة أنهت مشواره في البطولة المشكلة التانية اللي تعرض لها محمد صلاح أو الخسارة التانية هي خسارة على مستوى الاسم هنا وسط مجموعة كبيرة جدا من جماهير منتخبنا الوطني أو مننا احنا يعني بيننا وبنبعد كجماهير أو مشجعين لمنتخبنا صلاح تم اتهامه بأنه هو تهرب من المنتخب والحقيقة بعد كده الراجل وضحها ويورجين كلوب كمان وضحها ونفى ده تماما لكن على المستوى النفسي محمد صلاح أكيد اتأثر بالكلام الكتير ونتيجة بقى الكل ده نقدر نقول إن بنسبة يعني فوق 90% محمد صلاح بيخسر جائزة أحسن لعب في أفريقيا سنة عشرين أربعة وعشرين ليه؟ لأن أساسي في التقييم بالنسبة للكاف هو أداء اللاعب داخل القرى محمد صلاح مع ليفربول الموسم ده مقدي بطريقة أكتر من رائعة وعمل موسم مميز جدا متصدر ترتيب الهدفين بيقود ليفربول صدارة الدوري قبل ما يروح لكود فوروي شارك في البطولة اللي كنا ظاهرين فيها بشكل سائق جدا لكن على مستوى قرية أفريقيا لو جينا نتكلم بقى على أحسن لعب أكيد أكيد في نهاية السنة هيتم الحسم عن طريق كاس الأمم محمد صلاح لعب مباراة وشوت بس في كاس الأمم الأفريقية وبالتأكيد محمد صلاح فرصه بتقل بالنسبة كبيرة جدا في المنافسة على لقب أحسن لعب في أفريقيا السنة دي كل ده بالنسبة لمحمد صلاح فنقدر نقول أن محمد صلاح هو أكتر واحد تأثر على المستوى الفردي بخصارة المنتخب وإقصاءه مبكرا من كاس الأمم الأفريقية الرجل الثاني أو الخصارة الثانية بالنسبة لنا كانت محمد الشناوي اللي تعرض لإصابة برضو في المباراة الثالثة قدام كاب فردي وغاب عن منتخبنا في مباراة الكونغو وبعدها محمد الشناوي بيغيب وفقا يعني لتصريحات الجهاز الطب المنتخبنا إن الشناوي هيغيب من 3 ل 4 شهور بسبب إصابة الكتف وبالتالي محمد الشناوي أصبح مهدد بخصارة مكانه في النادي الأهلي بعد ما تم الإعلان عن التعاقد مع أبو جبل يعني لسه الإعلان الرسمي ما تمش لكن وسائل الإعلان كلها بتتكلم على إن خلاص الصفقة حسمت وفي انتظار الإعلان الرسمي الشناوي غادر البطولة مصاب ويخسر مكانه في النادي الأهلي وهيغيب لمدة 3 ل 4 شهور الخسارة الثانية إحنا بمثلها في محمد النني محمد النني واحد من أكتر اللعيبة اللي تعرضوا لهجوم وانتقاضات كبيرة جدا بسبب مستوهم لضربة إن روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي تقريبا سمع للشارع المصري بعد كمية الانتقاضات الكبيرة اللي على النني استدعاءه بعد غياب طويل للإصابة استدعاءه رغم عدم وجوده أساسي مع أرسنال النني ومع مجموعة كبيرة من اللعيبة تعرضوا لانتقاضات كبيرة جدا وبالتأكيد حصل لهم خسائر كبيرة جدا على المستوى الفردي النني زيزو لو بنتكلم على مهند لاشين على محمود حمادة مجموعة كبيرة من الأسامي في منتخبنا الوطني تعرضوا لانتقاضات كبيرة جدا بسبب خدقهم من ضمن الخسائر اللي على المستوى الفردي من إقفاء المنطقة نروح بقى للخسائر الجماعية خسائر الجماعية تتمثل في اسم منتخب مصر وإنتوا تصنيفوا في قارة أفريقيا وأكيد في خسائر مادية طبعا بعد القروج المبكر جدا من دور الستاشر لو جينا نتكلم على التصنيف فمنتخبنا بالتأكيد فريق بيلعب في الطولة بحجم كاس الأمم الأفريقية قدام منتخبات تصنيفها أقل بكتير من منتخبنا وما قدرش يحقق الفوز أكيد ده هيقود بالسلب على منتخبنا في التصنيف العلامي اللي بيصدره شهريا الاتحاد الدولي الكرة القدم فيفا تصنيف ده هيأثر على مشوارنا في كاس العالم يعني الحمد لله نقدر نقول لا لأن خلاص القروج عملت ومجموعتنا إحنا ماشيين فيها بشكل كويس لكن على مستوى التصنيف وعلى مستوى الاسم وعلى مستوى الايمة لمنتخب مصر في قارة أفريقيا بالتأكيد هتتراجع كتير جدا بعد الخسارة والزهور بالشكل ده في كاس الأمم الأفريقية خسار المادية طبعا يعني مش هنقول إن هي خسار مادية يعني المنتخب اتقصب منه فلوس أو هيدفع فلوس من جيبه وده المفروض طبعا بعد اللي حصل من الأداء اللي شفنا ده والدعم الكبير لمنتخبنا والنتيجة والأداء اللي ظهرنا بيهم لكن على المستوى المادي منتخبنا اتحرم من جايزة مالية كبيرة جدا كانت نقدر نقول إن هي مغرية كاف أعلن زيادة جوائز البطولة الحالية لكاس الأمم الأفريقية جوائز بتزيد كمان عن الجوائز المالية لكاس أسيا اللي بتتلعب في نفس التوقيت بطل كاس الأمم الأفريقية المفروض هياخد 7 ملايين دولار منتخبنا طبعا اتحرم منهم بدون حسابات وبدون تحويل لمصري رقم كبير قيمة كبيرة 7 مليون دولار منتخبنا مش هياخدهم ولا حتى الوصيف منتخبنا مراحش لعب النهائي وخسر حرم برضو من 4 مليون دولار لو كان منتخبنا وصيف كاس الأمم الأفريقية ولا حتى 2.5 مليون دولار مكافئة الوصول لنصف النهائي منتخبنا طبعا اتحرم من كل المبالغ بسبب الأداء السيئ سواء من اللعيبة أو الإدارة السيئة من الجهاز الفني نروح بقى المشاكل من نوع تاني وهي مشاكل على المستوى الإداري طبعا لو جينا نتكلم على أداء منتخبنا الوطني أو شكل منتخبنا الوطني أو اللي احنا شفناه من منتخبنا الوطني المسؤول عنه جهتين جهة مجلس إدارة اتحاد الكورة برئياتة جمال علام والجهة التانية هي جهة فنية المدير بتاع المنتخب المدير الفني ده هو الراجل الأمر الناهي في المنتخب هو في الجهاز كده الراجل ده هو اللي في ايده كل حاجة كل الطلاحيات مع الراجل حتى لو جات له تعليمات بأي شكل بأي نوع من أي حد هو برضو المسؤول لو جينا نتكلم على مجلس جمال علام فمعنا جمال علام رئيس التحدي الكورة والكابتن حازم إمام المشرف العام على المنتخب وكمان عضو مجلس الإدارة أولا حازم إمام بيتحمل مسؤولية التعاقد مع فيتوريا من الأساس لأن كابتن حازم بعد طبعا تجربة الكابتن إيهاب جلال اللي كانت قصيرة جدا وغير موفقة مع منتخبنا الوطني تم التعاقد مع روي فيتوريا روي فيتوريا اسم لامع اسم معروف اسم جاي من دولة يعني تاريخها على المستوى القروي على مستوى المدربين حتى نجم الكورة الأرضية مؤخرا كان كريستيانو رونالدو من البرتغال فلما تجيب اسم زي فيتوريا من دولة زي البرتغال أكيد كابتن حازم وقتها كان بيتكلم وكان بيقول في مشروع وكان كلام كتير جدا على منتخذنا وعلى التعاقد مع روي فيتوريا بعد اللي حصل وبعد الشكل السيء اللي ظهرنا به كل أصابع الاتهام بتشير للكابتن حازم إمام بعد طبعا تعاقده مع فيتوريا وبالتأكيد على المجلس بالكل بخيادة جمال علام رئيس اتحاد الكرة نروح بقى الأزمة تانية اتصدرت للمجلس المجلس دلوقتي بقى فيه مطالبات بإقالة مجلس إدارة اتحاد الكرة أو مطالب بأنه هو من نفسه يقدم استقالته زي ما حصل في كاس الأمم الأفريقية 2019 لو حضراتكم تفتكروا مجلس المهندس هنا بريدة بعد الإقصاء من دور 16 هنا في مصر قدام جنوب أفريقيا المجلس بالكامل قدم استقالته في مطالب دلوقتي بتطالب المجلس بتقديم استقالته أو بأن حد يتدخل ويقيل اتحاد الكرة ده طبعا مش هيحصل لأن هيعتبر تدخل حكومي لو وزير الرياضة مثلا خد قرار زي ده بس مطالب بتتقال واتهامات كتيرة جدا للمجلس المجلس دلوقتي بقى قدامه حل تاني يعني ممكن نشوف مخرج المخرج بالنسباله هي إقالة روي فيتوريا طيب الراجل ده لو هنقيله دلوقتي كأتحاد كرة مصري إلا هيتم فيتوريا متعاقد مع المنتخب براتب يصل لمتين ألف يورو في الشهر تمام الراجل بياخد مرتبه والحمد لله الدنيا تمام مفيش مشاكل طيب لو حب المجلس دلوقتي يحمل روي فيتوريا المسئولية وزي ما بنقول كده بالبلدي يبقى كبش الفدة للي حصل ده إلا هيتم أيوان بالظبط زي ما حضرتك فيه شرط جزائي في عقد روي فيتوريا ثلاث شهور يبقى كده المجلس الشرط الجزائي قدامه والبحر وراه يتقيل روي فيتوريا وتتحمل ستمائة ألف يورو دفعة واحدة وشرط جزائي روي فيتوريا عشان ما يكملش عقده عقده مرتبط بالمناسبة بكاس العالم يعني الراجل عقده ينص على يتم فسخ العقد تلقائيا حالة عدم التأهل لكاس العالم أو بعد انتهاء تصفيات كاس العالم فالراجل ده مكمل معانا لحد آخر عشرين خمسة وعشرين اتحاد الكرة مطالب بأنه يتحمل راتبه ويبكي عليه في حالة بقى لو قرر الإقالة أو تحمله متئولية شكل سيء للمنتخب وأداء سلبي في بطولة كبيرة زي كاس الأمم وحب يمشي يبقى اتحاد الكرة مطالب بدفع ستمائة ألف يورو لروي فيتوريا هل ممكن ده يحصل دلوقتي؟ الله أعلم هل اتحاد الكرة عنده المجدرة المادية أن ده يحصل؟ برضو الله أعلم دي كانت نظرة سريعة على كل اللي حصل في كاس الأمم من ناحية الخسائر تعرضنا الخسائر كتير جدا مخسرناش أولا مباراة من الأربع مباراة خرجنا برقلات الترجيح لكن منتخبنا تلقى العديد من الخسائر سواء على المستوى الفردي الجماعي أو الإداري نشكر حضراتكم على المتابعة وإن شاء الله نتقابل في تغطيات جديدة